مشهد يمكن خلينا نقول ان كان حديث الصباح والمساء زي ما كتبت عنه الجرايد وهو اداء خاص جدا للاعب بمواصفات خاصة ايوه لاعب كونغ الدموقراطية اللي كان في بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي بتشرف مصر باستضافتها شفناه قدام الارجنتين بصراحة شيء مبهر هذا اللاعب بيلعب في فريق درجة تانية في فرنسا انتم شايفينه بيقولوا انه وزنه مئة وعشرة وانا مختلف انا وكريمة بقولها لا الشاسدة لا يمكن يبقى مئة وعشرة دكتور بكتير جاب اربعة جوان في المباراة هو اسمه ايه؟ اسمه جوتيموفوبي وهو عنده 26 سنة بالمناسبة وبالمناسبة الاربع اهدافي اللي جابهم يعني بالتحليل اللي بتقال عليهم او التقييم 100% بدرجة كفاءة 100% اللي هي المحاولات بتاعة تدخل بالاربع مرات جاب اربعة جوان بس هي القضية في ايه بالنسبة لي؟ تكون تخيم تكون قصير تكون رفاعة انت عايز تنجح ولا لا؟ هذا اللاعب اثبت انه لعب مهم جدا فريقه في فرنسا كان بيقول انتظروا هذا اللاعب حيبقى المفاجأة بتاع البطولة كنقوا الدموقراطية اول مرة تصل الى نهايات كأس العالم لكرة اليد اللاعب دا الواحد ولو نجح هو رسالها لناس كتير قوي انه يقدر يحقق حلمه ويقدر يجري ورا موهبته مهما كنت بالزبط وعلى فكرة النادي اعلن من قبل ما يدخل ماتشاة اساسا ان هذا اللاعب تحديدا هيكون مفاجأة المباراة الناس توقعت علشان وزنه لكن اللي اثبته اللاعب ان مهاراته كانت تفوق وزنه بكتير جدا وده طبعا يعني كان رسالة مهمة جدا زي ما قلنا لا انك توقع بوزنك ده اللاعب ده بيبزي المجهود وكان بيجري في الملعب في كل مكان وعنده مهارات خاصة ووظفت السمنة اللي فيها بيعرف يحضن كويس قوي على الكورة انت بتتحكي علي يحضن دي عادي يعني اللاعب بكده بيعمل حواليه ولاعب بص انت ممكن تنجح لو انت اي حاجة انا اكتشفتوا من كلمتي حضن على الكورة دي ان خير بيعشق كل ما له علاقة بالرياضة بالحضن بالرياضة يعني وخصوصا بقى ازا كان الموضوع فيه موهبة بجد شايفها القفزة شايفها القفزة ما تظهر يا عم انت لازم تجيبوليه واقف تحب انت واقف مع العجمة تجيبوليه وطاير كده فرق الاحجام بس كان بيباين فرق شايتين القفزة وكلهم بقفين بتقول الارجنتين يتفرجوا ازاي هم اكيد كانوا مستغربين زي ما الناس كتير جدا استغربت لكن احنا بنحييه من هنا بنحييه على نجاحه بنحييه على انه جرى وراح حلمه بنحييه على الاداء اللي عمله وبنقول اي حد عنده مواصفات حد يشوفها تعوق وعلى انه يحقق حلمه ما يسدقش يحاول وحينجع